نحايا حضرتكم في مستهل حلقة جديدة في برنامج الدين القيم في هذا البرنامج نتلمس خطى الحقيقة نتلمس الطريق إلى سبيل الله القويم إلى الصراط المستقيم الذي نصت عليه آي القرآن الكريم لكن مع هذا التلمس نضيع في عالم التي كما قال الدعاء الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي ترى لماذا دخلنا في عالم التي وكيفية الخروج منه وما هي الأسباب الحقيقية لبعدنا عن أخلاقيات لا إله إلا الله تلك التي غرسها المصطفى صلى الله عليه وسلم في نفوس وقلوب صحابته فأقاموا الدنيا وصنعوا الحضارة وأقاموا الأمة الإسلامية وأسئلة كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساطة البحث والتشاور والحوار من معارف وما من الله تبارك وعلى به من فضل علم للدعاء الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي والذي أرحب بفضلته باسمكم جميع المشاهدين ومستمعين مرحبا بفضلتكم في حرقة جديدة مرحبا بفضلتكم ما زال الملف مفتوحا مع أخلاقيات لا إله إلا الله وما صنعوه المصطفى صلى الله عليه وسلم في نفوس صحابته على مدار 13 عاما نعم باعتقادك قبل أن ندف إلى الحوار ومن قبيل سؤال ابن الأبيه هل ينبغي علينا أن نمكث 13 عاما نتحدث فيما كان يتحدث فيه المصطفى عليه السلام حتى نكون كصحابته الغر الميامين أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد الدين قد كمل وتم نعم ولما نزلت الآيات الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة نعم فليأتي إنسان ليزيد في دين الله أو أن ينقص من دين الله الدين تم وكمل وضحت الصورة المنهج واضح في الوحيين الكبيرين الكتاب والسنة الكتاب أصل ونص وتأتي السنة لتفصل ما يعني أوجزه في كتاب الله عز وجل نعم وحافظ الله هذين الوحيين هذا المنطق يعني نعم رأينا سلوكيات الكتاب والسنة في شخصيات الصحابة لكن المشكلة أن الأمة ابتعدت عن المنهج فمهمة الدعاة اليوم هي إعادة الأمة إلى المنابع الأولى مرة أخرى فقضية أن نمكث سنوات أو لا نمكث سنوات تعود إلى ركائز ثلاثة ثلاث ركائز نعم ركائز الأولى يجب أن نقيس وندرك مدى بعد الأمة عن حقائق الدين الناصعة طيب الفهم المشوش المغلوط الذي في أذهان الكثيرين فخلط العادات والتقاليد بدين الله عز وجل أو مسخ الهوية نتيجة الغزو الفكري الثقافي والهجوم المنظم على مدى قرون طويلة للحيلولة دون وجود المارد على الساحة حتى قال نكسوا المرة نحن نؤخر خروج المارد من القنقم وهي تكلم عن الإسلام والمسلمين الله أكبر يعني هذه حقائق نعم الأمر الثالث عدم الاغترار بحماسة الجماهير بمعنى بمعنى أن داعية من الدعاء يجد حولهم ألاف مؤلفة مثلا تعفى يقول خلاص الدنيا قال فتحت عكا واستلمنا مفاتيح بيت المقدس وعادت الأهدار سورة أخرى نعم يعني ونحن نلاحظ في اهتمام الناس في هذه الأيام بما يقولون عنها الساحرة المستديرة ويأتي خبراء وينظرون كلما أقلب لأرى كبثا في نشرة إما يسبقك برنامج أو بعد البنامج خبراء سبحان الله قلت لو أن الأمة تعطي عشر وقتها بخبراء يعرضون لنا يعني ينظروا ويسألوا لماذا ضعت الأندلس لماذا ضعت فلسطين كيف عدبة المقدس الله يكنت الأمة تبدأ أولى خطواتها لكن أما أن الأمة تدور مع الداء مع الكرة المستديرة فكما يقول العلماء المنطق لزوم الدور لزوم الدور هو النقطة التي وصلت إليها هي النقطة التي بدأت منها فبهذه الركازة الثلاثة قياس مدى بعد الأمة عن المنهج ثم تأثير الغزو الفكري الثقافي الذي صار كأنه غير مش جيناتنا كأنه غير فصائل يعني دم التوحيد الذي في عروق المسلمين أو شوش عليه أو يبش عليه الصورة أصبحت الصورة غير واضحة ثم نحن فصلنا ما بين الإيمان والعمل يعني خرجنا الإيمان من مقتضى العمل يعني ليس مع الحب طالما أنت تحب الله ورسوله يعني لا يضر مع الإيمان معصية هذا الفكر هذا فكر إرجائي والمرجأة أحد العقبات التي بدأت يعني دخول المسلمين في التيه يعني معنى لك أن تسأل سؤال مهم متى بدأ خط الإنحراف؟ هذا سؤال يعني كان أخطر خبر ادخرته لما بعد الفاصل نحن نتشاور بداية ونقيم المرصد في فضيلتكم الخاص وضع الأمة الإسلامية وما آلت إليه الآن ثم نأخذ في تضعيف هذه الحلقة كيف انحرفت أصلا يعني منذ متى بدأ الانحراف؟ لأنها الزاوية لما نراها مثلا تسعين درجة عند الآخر هي صفر في البداية أنا صفر بالدفت أنا أريد أن نقف هنا من مرصد فضيلتكم الخاص إذن مشاهدين الكرام ومستمعين الأعزاء من مرصد خاص لفضيلة الدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نرصد مع حضرتكم بداية انحراف الأمة الإسلامية عن مسارها الصحيحة التي تركها المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه أيام صحابته وما هي الأسباب الحقيقية لانحراف الأمة الإسلامية وكيف تجسدت أخلاقيات لا إله إلا الله في قلوب وصدور ونفوس الصحابة ولما تلاشت في قلوبنا وصدورنا ونفوسنا في هذه الأيام وكيف نعود إلى نقطة البداية نواصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا مشاهدين الكرام ومستمعين الأعزاء عبر إذاعة الشريقة 94.4 مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومع نرحب الدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى ويعني أنا الآن يتنازعني أمر بين أن أكمل وأن أغرق مع فضيلتكم في أخلاقيات لا إله إلا الله يعني هذه المجموعة وذلك القصص الطيب الرائحة يفوح من عبق الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم وبين أن ندلف مباشرة إلى تقييم واقع الأمة الإسلامية طيب أستطيع أن أربط لك بين الأمرين طيب طيب يعني بحيث أن نتحدث عن بداية الحرب بعيدا عن سواء السبيل نعم تنظيرا بما صنعه الصحابة والسلف الصالح في الطرف الآخر من صورة ناصعة بيضاء نقية انعكاسا لآيات كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من عملية تنظير ما بين الموجة والسلف جمعت فأوعيت الله بارك رب يعني ذكرتني بداية الحلقة يبدو أنها بدأ ساخنة فلا بدأ من تأتيئة فأنا فعلت معك فمستنفر الآن فلا بدأ من الهدوء أنا أريدك مستنفر حتى تفقيق الأمة يعني لما هند زوجة الحجاج شتمته الحجاج بن يوسف واردت أن تطلق منه فهو أبى أن يطلقها في وجهها فأرسل إليها خادما له وقال له أوجز لها في كلمتين اثنتين إلى ثالث لو زدت كلمة قطعت رقبتك كلمتين تنبئها فيها بطلاقها نعم وتنبئها فيها أن يعني زوجة الحجاج أنها أصبح طلق صعب كلمتها صعب وعرف اللغة فجاءها الخادم ويبدو خادم من أهل البلاغة فقال لها كنت فبنتي يعني كنت زوجة الحجاج فبنتي صرت بائنا بيننا كبراء وصغراء فقالت كنا فما سعدنا وبنا فما ندمنا الله يعني بهذا الموقع خرجت أبلغ منه أبلغت أبلغنا نعود إلى البلاغة يعني كما يقول علماؤنا نحن أعربنا في القول ولحن في العمل أعربنا في القول ولحن في العمل يعني نستطيع أن نضع الحروف الطيبة ونخرج الألفاظ المرفوع مرفوع والمجرور مجرور والممنون نصر فلا نضع عليه تنوين هذا إعراف في القحن في العمل العمل أعمالنا عرجاء لماذا تلمس يد الغرب الأشياء فتجوتها وتلمس أيدينا الأشياء فتجعلها تضطرب سلم يا رب هل الخلل في الأيدي أم في العقول أم يعني نحن نقول أن أي حضارة قد انقطعت عن الله عز وجل ليست بحضارة مقالها إلى الخراب طب الحضارة الغربية وإن كانت انقطعت عن الدين لماذا جودت لأنهم اعتمدوا على الأسباب ورب العبادة عز وجل يعطي لأنه لا يظلم الناس شيئا هذا كثيرا ما يحتج به الناس فضلت الشيخ لا ليس معنا هم لا يصلون ولا يزكون هم كفر أصلا وتملكوا زمام الأمور لا يعني أولا ليس تقدمهم لبعدهم عن الدين لا هم ابتعدوا عن الدين هذا شيء صواب لأنه لم يكن دينا هذا الدين كان وضعه البابوات في العصور الوسطى ده مسألة أخرى أنت تأخذني بعيدا معنا لا 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 نريد أن نبحر بعيدا جعلنا جنب الشاطئ حضر فهم يعني بإجازة بسيط يعني أحسنوا عندما ابتعدوا عن هذا الدين الذي كان يأخذ صورة الدين وليس بدين دين العشور ودين البابوات ودين الإقطاعيات هذا لم يكن دينا ولكن كان ينقصهم الدخول في الدين الحق ولكن أقاموا أقاموا حضارتهم على أسباب والله عز وجل سبحانه وتعالى يعطي الناس لأنه المانع المعطي المانع سبحانه وتعالى فهو يعطي يعني يعني الذي يقوم على الأسباب سواء كان مؤمن أو كافر هذه مسألة يعني لا نقاش فيها أما نحن تخلفنا ناتج عن بعدنا عن الدين طب حتى الصحابة نصروا لأنهم أخذوا بالأسباب أم لأنهم يعتصمون بحبل الله اعتصموا بحبل الله أخذين بالأسباب أو أخذوا بالأسباب معتصمين بحبل الله لا نفصل في الدين ما بين هذين الأمرين أبدا أبدا أمرا متلازمان نعم تعالى إلى تنظير ما بين بداية الانحراف أو بداية خط الانفراج بعيدا عن المنهج يعني ونرى في الصفحة المقابلة سلفنا الصالح ماذا كان يصنعوه يعني عمر بن الخطاب يذهب للحج وهو راجع يتشاور مع صاحب بيت المال أو يعني مدير الشؤون المالية كما يقولون وزير المالية وزير المالية كم أنفقنا في الحج قال ستة عشرة دينارة ستة عشر دينارة سيدنا عمر بن خطاب قال هذا كثير الله أكبر ستة عشر دينارة ليه لماذا هذا إصراف يعني كان نعتبر طيب نظر مع المأمون لما خطب بوران بنت الحسن بن سهل تكلف عرسها أو تكلف مهرها بجهازها خمسة وثلاثين مليون دينار فأصبحت البحباحة في المال العام بقى من هذا في الدولة العباسية نصر العباسية فلك أن تنظر عمر ستة عشر دينارة ستة عشر دينارة يعني يراها مكلفة وذلك يقول انظر إلى القضية أيضا من يتولى بيع عطور بيت المال طواعية لله احتسابا لله فتقول أم مكلثوم أنا أمير المؤمنين قد تحجمي زوجته تطوعت أن تقوم بدور البائعة لعطور بيت المال نعم فتشتري منها النساء فيدخل عمر مرة فيشم الرائحة طيبة ما هذه الرائحة التي أشم في بيته في بيته العطور موضوع عنده نعم قالت أن نعيمة العطارة جاءت فاشترت عطورا وبخورا فكسرت ووزنت فتعلق شيء بأصابعي صباح طبيعي فمسحته في خمار دون أن يرد رده عمل يعني هو أعرب في القول وأعرب في العمل نعم أخذ الخمار من فوق رأسه ومكلثوم ويضعه في الماء ثم يمرغه في التراب ثم يعيده للماء مرة أخرى ويعصره ثم يشم يجد الرائحة ما زالت موجودة يعيد ماء تراب ماء إلى أنزالة الرائحة أتطعمين نارا في أجوافنا يوم القيامة إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة يقول ما أنا وأنتم إلا كمال اليتيم في عنق الوصيل إن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني إذن قضيت المال العام ليس نهبا لكل من هب يقول أنا وأنتم هو وأهل بيته لا هو الرعية هو الرعية هو الوصي على مال الرعية والرعية دي بالنسبة لهم ما أنا وأنتم ما أنا وأنتم في العالم من بررسول لا يقول ما أنا وأنتم إلا كمال اليتيم في عنق الوصيل إن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف سبحان الله لما تنظر إلى هذا وتنظر إلى الأربع زيجات في تاريخ الإسلام من ضمنها هذه زيجة وزيجة قطر الندى بنت خمروي لما خطبت للخليفة المعتدد حدث ولا حرج عن عجيب هذا هو هذا أمر أنظر لك ما بين حالة هذا ما العام وهذا ما العام فما الذي حدث من عمر وما الذي حدث بعد ذلك والدودة العباسية يعني حديثة عهد بالإسلام 132 عام تقريباً هي القضية أن منذ أن تحولت الخلافة الراشدة إلى ملك العدود بالدودة الأموية بالقضية المعاوية ثم بعد ذلك بدأ قضية عدم محاسبة أو الخفة في محاسبة المسؤول كل الأمر يعني مدير المؤسسة والمسؤول وإلى آخرة سبحان الله يعني يقول عمر لأبي هريرة فشت لك فاشية يعني أنا شايف أن أنت بحباحة عليك شوية في بحباحة صار في بحبوحة من العيش صارت لك فاشية قال من تجارة يا أمير المؤمنين كان تاجراً هل هسعون قال وهل يتاجر الوالي كان أبو هريرة معين على البحرية ولا عمر فقال لما تحقق عمر من المسألة وأنها تجارة بعيدة عن الإمارة تماماً كأنه يصن القانون من أين لك هذا الآن هو الذي قال هذه الكذبة هو الذي قال من أين لك هذا هذا هو صحب هذه المقولة عمر صاحب فقال أبو هريرة بعد ما ثبت براءته أمام عمر قال أقضني يا أمير المؤمنين أبو هريرة قال عد إلى عملك خلاص يعني خلاص يعني خلاص يعني خلاص يعني خلاص لا نشهر بالناس خلاص انتهت القضية قال لا أقضني قال أتريد أتريدون تركها لي منفرداً يعني أنا أشير المسؤولية كنت لها يعني أنتم الصحابة أحمل أشيروا معي قال فلتحمل أنت ما شئت قال يريد أن يرقق قلب أبو هريرة يا أبو هريرة قد قبلها يوسف قبل الولاية قبل الامارة اجعلني على خزائر الأرض قال قد قبلها يوسف قال يوسف صديق ابن صديق نبي ابن نبي أما أبو هريرة أمه أمة يشتم عرضه ويخاض في عرضه ويقال إنه فشت له فاشية أقلني يا أمير المؤمنين يا الله لن أتولى ولاية الإله أن أموت مش الصراع على الله الكراسي والصراع على الله فأين الأمة من هذه الأخلاقيات هذه الأخلاقيات لا إله إلا الله هذه الأخلاقيات فبهذا المنطق بهذا المنطق كان الصحابة يعيشون ولكن كان إذا أراد إذا أراد إنسان منهم أن يسيئ إلى أخيه أن ينزل حاجته بغيره كيف؟ يعني أنا عايز أقلد من قيمتك نعم لا أطلب حاجتي منك إنما أطلبها من غيرك فتشعر أنك قليل القيمة لا قيمة لك لأنك لست معطاء إلى هذه الدرجة بهذا المنطق الله أكبر بهذا المنطق وصل الأمر بالخلق الرباني قلنا في الأسبوع الماضي في حلقة ما أدري أن لما جاء الرجل إلى علي رضي الله عنه يطلب منه عطاء يعني صدقة قال علي لخادمة ارفع المصباح ارفع المسرجة أبعد النور يعني طلب شخص هذا يطلب طلبا شخصيا نعم نعم طلب شخص وأعطى علي للرجل ما طلب فقال خادمة علي بعد أن سار الرجل بحاجته يا أمير لماذا أمرتني أن أرفع السراج قال كي لا أرى في وجهه ذل السؤال يا الله هذه أخلاقيات لا إله إلا الله الآن كي لا أرى في وجهه ذل السؤال ذل السؤال كان من شدة حساسيته أبو الحسن كان من شدة حساسيته يقول للسائل تعالى أنا ما يرى عليه السراجة أكتب ما تريد على الرمال حتى لا يعني يضطر يجنبه ذل السؤال سبحان الله أكتب ما تريد صورة أخرى لأن المال يميل بالناس عن الحق هذه صيغة كلمة مال مالة مالة بالناس عن الحق صحيح يعني لا تأتي إلا بشر مالة ميل جدار مائل مالة حاله صحيح مال 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 فالمال بهذا المنطق الشعر يقول فيه يعني وهي اللسان لمن أراد فصحة السنان لمن أراد القتال هذه معتقدات خاطئة هذه عند الناس هذه عند الناس عندما انحرفت الأمة على المنهج لكن الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم اسمع الحديث القدس الذي يهز القلوب هزا ينادي الله عز وجل نداء أن يسمعه القاصي كما يسمعه الداني يقول يا عبادي إني أنصدت لكم طويلا فأنصت لي اليوم إني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا فوضعتم نسبي ورفعتم أنسابكم قلت لكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقلتم إن أكرمنا أغنانا فاليوم أضعوا أنسابكم وأرفعوا نسبي فأين المتقوم الله هؤلاء نسبوا الله هؤلاء نسبوا الله خلينا شيخ رحمة الله عليه عليه رحمة الله لما مرت في آخر أيامه كانت أربع طائرات خاصة تحت تصرفه للانتقال للعلاج للبلد الذي كانت ياسب فيها فلما المستشفى التي وصل إليها رأت كثرة الاتصالات من الناس وزيارات فتعجب مدير المستشفى يسأله لماذا كل هذا لا استحاكما ولا أميرا ولا مسؤولا في دولة من الدول قال أنا منسب لله الله أنا محسوب على الله بنص الكلمة قال أنا محسوب على الله فتخال أنت يا رجل يا عبادي وعباد الرحمن يا عبادي فاتقون يا أيها الذين أمنوا هذا كده أنت في نسب أنت أعظم نسب عندما تكون مسلما مؤمنا فهذا أعظم نسب قال رجل شباب جسيم مع بعض كده فأنا ابن رئيس الشرطة قال أنا ابن الأمير فلو وقال أنا فمسكين قال وأنا ابن الرجل الذي أسجد الله له ملائكة هذا هو نسب الله هذا نسب الله هذه أخلاقية وأنا ابن الرجل الذي أسجد الله له ملائكة ابن آدم شوف آخر خطبة آخر خطبة يعني سبحان الله يعني كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل العربين على أعجمين إلا بالتقوى عنه والله يا مومن أحيانا وأنا في الصلاة في الجماعة أجد أخي كده مسلم غير عربي وربما لا يفهم شيء ويصالي جنبي أقول الحمد لله إن شاء الله قبلت الصلاة من أجدي هذا الله ما أدري الله وارك هذه الفلسفة الكاذبة التي عندنا النعرة الكاذبة ألدعوها فإنها منتنة إيه يعني تلتمائة مليون عربي عندنا مليار مسلم نخسرهم عشانا إحنا عرب أين عربتنا حتى أين لغتنا فرقتنا اللهجات فرقتنا النعرات كم بيتا يرد على الهاتف ويقول السلام عليكم يعتبروا لك هذه رجعية صحيح لا بد أن تفيق الأمة على مدى ما ابتعلت به عن دين الله عز وجل يعني الناس الآن يقرؤون على عصر عباس يقول لك كثرة الجواري يعني كثرة الجواري عصر عباس صحيح الآن ناحية عصر الجواري الآن هؤلاء اللي بتشوفهم على الشاشات ويؤذوننا بيجي المخر يخلع الاخلاعي يخلع وتطلع ترقص أمامناه هذا عصر الجواري نحن ناحية عصر الجواري أنت لما ترى الفيديو كليب لما ترى صورة اللاعب المحترف اللي بيشتروه بالمال والمداري بيقول له لا تبيج في ما تقاله أنت هذه صورة من صورة العبودية يعني الآن فضلتك أصبح متخلفا من لا يعرف أسماء الكريبات التي تصدر الآن شوف يعني ومن يضحك له زمن الغوازي فإن لا تحركنا الدفوف يعني لنا سمت معين المسلم له منهج ومنهج واضح ومن يضحك له زمن الغوازي فإن لا فإن لا تحركنا الدفوف أنا أود أن أعود معذرة إلى موقف سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وأبي هرير هذا رفض وهذا صمم عليه يعني الموقفان ضدان هذا ضد هذا فأين وكيف تعلم هذه المسؤولية هذا يرفض وهذا يصمم عليه لأننا وحدهم وحدة القياس وحدة القياس لا إله إلا الله محمد رسول الله كتاب وسنة فلما وحدوا وحدة القياس أصبحت الرؤية بهذا يعني عمر عنده عشم وأمل أن يقبل أبو فريرة أن يتولى ليه لأننا في الإسلام ولكنه سأل يعني شكك فيه مثلا أصلا ده ما العام ما العام ومهما أكل هو صديقه وأخوه ومعه وصحابه الحق أقوى الحق أقوى كان عمر ما يهب شيء هو صديقه وأخوه لا لا الحق هو الصديق الأساسي الحق هو الصديق الأساسي بعد ذلك المسألة تذهب في منحة آخر يقال أن ابن عمر بن الخطاب نزل إلى مصر فشرب خمرا حاجة معروفة فجيء به قال أرسله قال أرسله لي على قتب أشرس يعني على جمل بعير يعني على جمل بعير يكون غير مريح السرج اللي محطوط في القتب تعالى ويتحرك من الفسطات من مصر القديمة عاصمة الدولة الإسلامية في بدايتها إلى المدينة على هذا البعير في حراسة ليقيم عمر عليه حد أمام الناس أمام الناس الله أكبر حتى قالوا يهلك الغلامة في رحمة يهلك تقيم عليه حق قال حتى إن مات والتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا له إن كنا نقيم العدل بعدك يا رسول الله يا الله شوف شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي نقول إيه كان يقتص من نفسه يعني إذا كان يرى شيء أول 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 مغرم أول مغرم من يتحمله يتحمله أهل بيت رسول الله عليه السلام ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع كله ألا وإن أول ربا أضعه ربا العباس عبد المطلب هو ربا كانت ثلاث دراهم ولا خمسة دراهم ملايين يقال أن أرباح الربا عند الفوائد كما تقال الآن أو الخسائر رباح الربا عند العباس عم الرسول الله في الجاهلية كل صبيحة يوم أربعين ألف دينار كل يوم الربح فقط الربح فقط ما شاء الله لقد عنده ألف عبد ألا وإن كل دم في الجاهلية موضوع العباس أيها أبو عبد الله أبو أولد عبد الله ابن عباس سبحان الله سبحان الله نعم وضعه المصطفى عليه السلام وقع في الأسر هل أفرج عنه في بادر استحيان عباس من القوم فرح معاه فأسر فخرج إلى الصحابة صحيح صحيح إيهاب الأدمية وإيهاب الترابي وصاروا نوريين هل خلفوا مقولة كل بني أدم خطاء لا هم زرعوا يعني يعني المثاليات التي تعلموها شجرة فأثمرت واقعا أو غرسوا واقعا جميلا فأثمرت مثاليات طيب فتستطيع أن تكون أن هذا الجيد هو الذي حقق كما قلنا من قبل الواقعية المثالية أو المثالية الواقعية سليم تستطيع أن إذا أطلقت هذه فأخذها إن شاء الله لا فضفك بارك وفضيلة يعني يقال وبضدها تتميز الأشياء نود موقفا من ذاكرة فضيلتكم لأحد الصحابة في أيام الجاهلية وفي الإسلام كيف كان وإلى ما صار وأصبح حتى نتلمس خطة الحقيقة التي صنعها فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام من خلال الشرع الإسلامي لا هو العربي بطبيعة الصحابة كانوا عرب أقحاح تمام ولكن إسلام جئي طول يعني ما حتى تقول هذه طبيعة أبو هريرة وتلك طبيعة أصلا لا 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 ما كانت طبيعهم هكذا لا 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 ما كانت لا 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 القضية مختلفة تماما تماما لأنه هو بالضبط زي ما كنت عندك جهاز معطل عنه التوصيل الكهربائي فوصلته أبو أبو دار الغفاري كان قطع الطريق وقل بلال يبنى السوداء وهو مسلم جميل جميل نضحت عليه طبيعته لا في البداية في البداية للحظة بشرية من بشر بشر نحن نحن لا نقدسهم لا قداسة لأحد لا معصومة من الخطأ إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورغم ذلك كانت هوضع أن يقول إنما أنا بشر إنما أنا بشر أغضب وأرضى يعني كذا فهذا المنطق يعني فلو أريد أن يحدثني أحد منكم عن أصحابي أنا أريد أن أخرج إليكم أنا سليم الصدر سليم الصدر ولما كما يقولنا في الحلقة السابقة في قضية ابن الأبيرك في سرقة الدرع سبحان الله كبشرية جاء المنافق هذا الذي سرق الدرع واتهم الرجل اليهودي لا ماذا صنع القرآن انتصر لليهودي ضد المسلم وقال الرسول الله ولا تكن لخائننا خصيمة لا أنا أود القصة هو واحد منافق من السبعة عشر منافقا سرق درع من الدروق وخبهه في كيس دقيق طيب تمام فواتهم فيه رجلا يهوديا معروف ابن الأبيرك معروف في التاريخ لا مشهور فجاء القوم أهل اليهودي قالوا أن أبننا ما سرق لكن الدرع وجدت في بيته التوبة ثابتة صحيح يعني وجدت عنده دليل دليل ينزل جبريل كان ممكن قصة تنتهي وده مسلم أمام وإن كان يدعيس لك أنا مسلم نعم وده أمام أبي صالي صلاة الخامس سبحان الله نعم فكان ممكن أخرى تمر المسألة لا نحن لست في عالم العالمة سبحان الله لا نحن في عالم الأخلاقيات الله عليك نحن في عالم الأخلاقيات عالم الأخلاقيات ينزل القرآن لينصف اليهودي ضد المسلم ضد المسلم ماذا قال يعني للرسول آآ 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 سبحان الله الذين يختنون أنفسهم حتى قال رب العباد ولكو إن الخائن المنافق المسلم الذي يدعي زورا على هذا اليهودي لا تكون له يا محمد يعني مدافعا تدافعا يعني حتى لا نقول ابن الإسلام أو مسلم أو عربي لا عصبية لا لا أصدقال والله لو أن فاطبة بنت محمد انسرقت لا قطعت يدها هذا هذا هذه القضية في هذا المنطق قضية في الجزية دي يقول يا بني عبد المناف يا بني هاشم يا بني عبد المطلب لا يأتوني الناس يوم القيامة بالحسنات والأعمال وتأتوني أنتم بأوزاركم تحملونها على ظهوركم تقولون عند الصراط أدركنا يا محمد والله ما أقول لكم إلا ما قال العبد الصالح ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيء يا صفية يا عمات رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيء يا فاطمة يا بنت محمد خدي ما شئت من مالي اعملي لا أغني عنك من الله شيء يا الله إن الأمين على عقول الناس وقلوبهم يجب أن يكون أمينا في صغير الأمر وكبير حتى في الحكم بالفضل مع الناس وبالعدل مع أهله لماذا لم يولي الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق وهو صديقه وأخوه مذكوره معه بالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى إشارات لأن خير الناس أبو بكر ولكن ترك هذا الاختيار للصحابة ليضع لنا قانون الاختيار وقانون أن الناس أعلموا بشؤون دنياه وأن يختاروا لا يلزمهم بأمر سبحان الله لكن القضية القضية في قضية الاختيار يعني في قضية عظمة الاختيار ما كانت الاختيار كيف أن الكل يتكلم بلغة الإسلام يعني لما لما الأنصار يريدون خليفة منهم يقول يقول أبو بكر بينهم يا معشر الأنصار لا تكونوا أول من أسلمتم آخر من أسلمتم وأول من بدلتم ها سأنتم جايين تسلموا بعدين تبقى الدينوه لا سبحان الله فالقضية هنا سبحان الله حسنت في أول لحظة وقام الناس حتى وطئوا جسد سعد بن عبد اللي كان هيتولى خليفة وكان مريض كان من شدة تزاحمه على أبو بكر يبايعوه لتختل الفتر في مهديها لأنهم ليسوا أبناء دنيا هم أبناء أخيرة ونحن نحن أبناء دنيا هذا تصريح خطير شغلتنا أموالنا وأهلونا طبعا الله سبحان الله أنا حبيبك لأنك تبتسل في وجه لما تعمل فيها حركة مش ولا بود ندخل على الأخلاق النفعية الأوروبية الغربية خلاص أتمرد وأصير سبحان الله مكياف اللي والعزب الله رب العالمين نسألها السلام ما كان هذا المبدأ موجودا في عصر الصحابة الغاية تبرر الوسيلة لا الإسلام وضع قوانين أن الغاية شرعية والوسيلة يجب أن تكون شرعية أضرب لك مثال فضل صلح الحديبية أعظم مثال صحيح لا إله إلا الله طيب أنا عارف أن الإخوة المشاهدين والمشاهدات يحبون القصص الكلام ربما الجمد بتاعنا دايما يمكن هم يحبونه أيضا هم يحبونه ونحن نحبه بارك الله فيه أثاء الصلح يجلس عليه كاتبا للبنود والصلحة المعاهدة سهيل بن عمر هذا خطيب العرب كان إذا خطب أقنع الناس صحيح لو قال إن ببلغته لو قال الناس عنه يعني لو قال إن الشمس ما سطع الدع والشمس ساطعة لصدقوه وكذبوا عيونه صحيح من شدة كان عنده فصل الخطار نعم فقال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم يملي الرسول صلى الله عليه سيدنا عليه نعم قاله سهيل أنا لا أعرف لا الرحمن ولا الرحيم بسمك الله أكتب بسمك اللهم بسم الله المسلم هذه قضية لا يجادل كان من قبل جده الخليل عليه السلام يعني قال ربي الذي يحي وميت أنه ضيئتي بالشمس أنا وحي وميت لا يجادل معه المسألة لا وقت عندنا للجدل قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المرنة يعني ما قاله سيدنا إبراهيم يعني أحي وأميت أرني كذا لا 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 ما دخل معه في هذه الضرهات القضية هنا القضية هنا نشوف المسلم لا وقت عنده للجدل قضية كلية لا 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 عنده خضايا مهمة لأنه عنده مهمة يؤديها نحن أمناء وحي نحن أمناء على وحي الله ويجب أن نري وحي الله سلوكا في حياتنا وإلا قصرنا وظلاء ربنا سهيل بن عمر رفض بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا ما عهد عليه محمد رسول الله هو رفض ماذا صنع المصطفى عليه السلام قال أمحي أمحي يا علي الرحمن الرحيم ما تكتب الرحمن الرحيم قال باسمك الله باسمك الله ما في مش مشكلة هذا ما عهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمر قال أنا لو أعلم أنك رسول الله ما قتلتك يعترض على رسول الله أكتب محمد ابن عبد الله قال علي أمحي قال والله لا أمحي رسول الله قال أين هي هذا دليل على أن المصطفى ما كان يعرف القراءة لا كنت تدري ما الكتاب هناك من يقول ولذلك سبحان الله لما ربنا نفع عنه الشعر رمى أنه هو ليس بشعر ورمى ذلك نسبه أن هذا كان بشعر ورمى سبحان الله لكن كان كان ذوق صحيح أفضل ما قال ما قال الشعر قول الله كل شيء ما قال الله باطل كل نعيم لا محالة زائر حقيقة وهذه حقاقة الله أكبر صحيح قال أين هي فمحها وهو يكتف في بنت إن جاء نأتبع الأخلاقات لا إله إلا الله إن جاء من عند محمد من كفر وارتد بدين لا تعيده قريش يعني واحد جاء من المسلمين يعلن ارتداده إلى قريش تجير قريش ولا يعود وإن جاء مشرك أو واحد من قريش إلى محمد المسلم يعيده شرط جائر هذا هو ظالم في بدايته وقف عمر وعترض طب أنا أعترض الآن شرط جائر قال على ما نرضى الدنية في ديننا خرج عمر من الخيمة المغنين في خيمة المفاوضات عمر خرج جميل أبو بكر كان واقف حارس على الخيمة ما كان في المجلس أبو بكر حارس سبحان الله فأبو بكر كان له عجب كل ما ذكرته ورأيته وكأني أراه يجلس على أول درجات من درجات السلة من منبر رسول الله الله عليه السلام دائما إذا أول أول ما يرى أبو بكر جالس عيبا الرسول فوق المنبر وكان دائما يقول أحب من الأمور ثلاثا أحب النظر إليك والجلوس بين يديك وأنفاق ماري عليك يا رسول الله ردوان الله عليه وعليه ردوان الله فيقول له يا عمر اهدأ الرسول يهد كثك في الحدة عمر قال عمر على ما نرضى الدنيا في دينه ماذا ماذا كل هذه التنازلات يعني يريد أن يقول قال يا عمر أنا رسول الله ولن يخزيني أبدا عمر يبدو ما دخلت القناعة إلى قلبه وكارجل يعمل عقله عجيب فخرج يريد أن يستعين بأبي بكر ويعرف مكانة أبي بكر في قلب رسول الله الله عليه السلام قال يا أبا بكر على ما نرضى الدنيا تبريد قال يا عمر هو رسول الله ولن يخزيه الله 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 هذه أخلاقها وما سمعه الله أكبر نفس الكلمة نفس الكلمة لأنهم على نفس الطريق سبحان الله يعني موطيات واحدة تؤدي إلى نتائج طيبة سليمة واحدة المهم في هذه اللحظة في هذه اللحظة نعم أن من جاء من عند قريش مسلما يعيد محمد إلى قريش إذا بأبي جندل الله أكبر يظهر أبو جندل أبو سهيل بن عمر يا الله ابن كبير المفوضين الله أكبر سبحان سبحان يظهر في هذه اللحظة كان أبوه قياده بالسلاسل ولما ذهب للمفوضات استطاع عن طريق عبد من عبد أبيه كان يحبه فك أسره فجاء ليستعين برسول الله لا إذن برسول الله والصحابة في نفس الجلسة في نفس والبنب يكتب ماذا صنعه تعالى للأخلاقيات أخلاقيات صحيح لأن أبنائنا يعيبون علينا عندما يرون أخلاق معينة مننا في التواضع أو في انكر الذات أو ترك الحق كيف هذا الناس تطنع فينا هذا كرام خاطئ هذا كرام والشخصية والكرامة الأخلاق سياج الأخلاق سياج يحمي صاحبه من رذائل الأمور وتنزل عليه نصرة رب العبادة عز وجل لأن هذا السياج يصنع في القلب نورا يقنع العبد بالأمر حتى ولو يحصل على ما كان يريده بالأخلاق جميل التحلي بالأخلاق لا شك نعم فلأن كنت أظن الرافعي الصوصدق الرافعي نعم كنتكلم عن السيدة خديجة كلاما جميلا التي تحلت بأخلاقية لا إله إلا الله قال إن زوجة الحنون تلد لزوجها الصالح المشاعر من قلبها كما تلد له الأبناء من أحشائها المشاعر الفيضة لا تظهر إلا من من إنسان صادق بأخلاقية لا إله إلا الله صح فأبو جندل يستميث برسول الله أمام أبي أمام أبي قال يا سهيد يا محمد الشر شر شرط واضح قال أبو جندل عد قام الصحابة في حالة من الذهول يا رسول الله يفتن في دين قال سوف يجعل الله له سبيل يا رسول الله يفتن في دين قال سوف يجعل الله له سبيل ما يخيص محمد بعهد الله عليه الصلاة والسلام شو ممكن اللهم صلى وسلم يعني فإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاة خالب شو ممكن يا مؤمن أمين على وحي الله كيف لا يكون أمينا على كل شيء صغير وإن وصل الأمر في الدين شوف لا يخيصه بوعده لا شو يعني لما لما كسفت الشمس يوم موت إبراهيم الصحابة يعني يبدو قالوا يعني الشمس كسفت لموت إبراهيم قال إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان ولا يخسفان لأحد ولا لموته لأنه أمين على الواحد أمين على عقول الناس أمين على أفكاره وذلك أنا أرغب في أولادنا من الدعاء أن يكونوا أمناء مع الناس فيما يقولون لا يلعبوا من أقول الناس التهريد مش وارد احنا مش عايزين منظرة احنا عايزين دين يصل إلى الناس بوضوح صحيح هذا المنظر أبو جندل يقول يا رسول الله يفتنني في دين قال عد وسوف يجعل الله لك سبيلا عن طريق أبي جندل هذا دخل قوم من أهل مكة في دين الله عز وجل الله أكبر وجاء سهيد بن عمر بعد زمن وأسلم وكان له موقف لأن عمر لما لما اعترض وكان سهيد بن عمر من قبل في الأسر هل ستطرت كتب التاريخ الذي حدث لأبو جندل وقتها لكي يدخل في الإسلام وأبوه كذلك هذا تفاصيل إذا أردت هذا بسيطة يعني هنغرق في المساعدة إن شاء الله لكن السهيد بن عمر من بلاغته لما وقع في الأسر فقال عمر يا رسول الله اخلع له ثميتين فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم لأن العربي كان لا يقبل خطيب ألثغ ولا عنده تأتاء ولا سأساء وعيوب عندك في النطقة لن يكون فصيح بليغ الحروف واضحة تنحان الله فقال يا عمر عسى أن يكون له موقفا يوما تحمده وهو في الأسر وكأثر قال لسكت يا عمر يمكن يجي يوم من الأيام سهيد هذا ده يكون له موقف سبحان الله عارف سهيد هذا هو الذي وقف بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة خطيبا فمن نازعته نفسه في الردة عاد إلى الإسلام بناء على خطبة وخطبة عند الحرام لا إله إلا الله رؤية رسول الله عليه الصلاة الله يقرأ من خالف حجب الغيب ما علمه الله الله أكبر فهذه أخلاقيات لا إله إلا الله كلمني أنت عن مفاوضات في هذا الزمن بلاش مفاوضات سياسية لا نهيك عن السياسة ما دخلت كلمة السياسة في شيء إلا وأفسدت خليك أنت في مفاوضات بين العم وابن أخي صحيح بين جار وجار بين زوج وزوجته مفاوضات كده بين خطيب ووالد خطيبات يقول رجعت في كلامي تاني ما هي كده فكرت في الكلام ولاقيته خطأ ما تحملت خلاص شوف 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 لأنه ما فكر من البداية وما استخار وما استشار هو أصلا الكلمات تنطق عندما يكون القلب مضيئا وانت فيه واحد ابن القيم لما سألوه يقوله كيف يا ابن القيم أعرف أن الكلام لحق قال يا ابن الله والله إن للحق بهاء الحق كده الحق قبلك كده والله في واحد كده يتكلم وليه أخي سبحان الله تؤثر فيه كان يقول الخطيل يا ابني إما أن شاء بقلبك أو أن شاء بقلبي أنت ليه مش واصلك مش واصل من كلامك لا إلا الله ليه الكلام مش متواصل بنا ليه كلامك مش داخل سبحان الله فبهذا أنا شاء في قلبك أو أنا شاء في قلبك أنا إما الاستقبال عندي سيء وده الحسن البصري إما الإرسال عندك أما الإرسال عندك مشوش حسن البصري هذا رضيع ومسلمة كيف يكون قلبه مشوشا لا صحيح لم يقول عمر نعم رضي الله عنه وأعطته لعمر ليحنكه نعم فحنكه عمر وقال اللهم علمه الكتاب وأنطقه بالحكمة فكان كل كلام الحسن طوال حياتي حكمة ما نطق إلا بحكمة والعجيب أن الله أجرى اللبن في ثلث أم سالمة وكانت عبرت من عمر الخامسة والسبعين كانت أم تعمل خادمة عندها فكانت ترسلها أم سالمة زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا أم سالمة إلى السوق لتشتري شيء فيبكي الولد فتضع أم سالمة على صدرها فيدر الله اللبن في ثادي أم سالمة فيشرب الحسن فرضع من ثدي أمه سلمة زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمي رضيه معايير لا يتصورها عقل لأنهم كانوا في معاية الله ولذلك لما سألوه مرة قالوا لي يا حسن شوف أخلقات تنبع زي الملك كده أعصابك هائدة وإحنا حارتنا صحبة ومتعصب وديما في غضب قال أمور أربعة شوف الأخلقات كيف تنبت علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك وأن عملي لن يقوم به غيري فاشتهدت فيه وعلمت أن الله ناظر إلي في كل نحظة فخشيت أن يراني على معصية وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت نفسي لدقاء الله فجاء تنميذه من بعده سهل بن عبد الله التستري وقال أمور أربعة جعلتني يقضى مع الله أقول لنفسي اعمل لله بقدر حاجتك له وعمل للدنيا بقدر مقامك فيها وعمل للأخرة بقدر بقائك فيها وعمل للنار بقدر صبرك عليها صيرتني حكيمة العمل حكيمة القول فاصل قصير ونفسي أرى الهوة واسعة تماماً إلى هذه الدرجة وصلنا إلى حالة من الضياع إلى ما تتفضل به الآن إذا أردنا أن نصلح شأننا لابد أن نرجع من التيه أولاً ثم نحاول أن نفهم أخلاقيات لا إله إلا الله ثم نحاول أن نقترب من ديننا ثم نحاول أن نفعل ديننا في حياتنا ثم لا نكون فتنة للذين كفروا ثم بعد ذلك ليبدأ كل واحد مننا بنفسه لأنه ربما يأتيني ملك الموت يقول لي رب العباد يوم القيامة ماذا قدمت لدين الله فبالله عليك واحد زي حالات ماذا يقول لله ماذا قدمت أنا لدين الله ماذا قدم فلان وفلان وفلان والله ما نصرنا دين الله للأسف تنصر الله ينصركم فأين النصر أين زراعة شجرة أخلاقيات ليلة سلوكاً وعمل ليس كلاماً الفضائيات الآن ما شاء الله مليئة بالعلماء والكلام لكن نحن نريده عملاً عمل طبيعة العصر اختلفت يا مولانا البنوك العصر اختلف السياسة العصر اختلف الاقتصاد العصر اختلف حتى قوانين التجارة اختلفت عن قديم جميل لأننا خرجنا مقتضى مفهوم الدين من كل شيء أقول لك شيء أقول لك إيه يعني الأمانة الأمانة ده شيء من مقتضى الدين صحيح صح طيب لما نشير الأمانة من أعمالنا إن عملناها فهذا شيء جميل إلا من أعمالها فليس هناك يعني أنا مش مفترض على أن أكون أمين أمين دي فضيلة فضيلة الأمانة نعم لما أخرجنا السلوكيات وأخلاقيات لا إله إلا الله من مقتضى العمل فصلنا هذه عن تلك فلاص بقى فيه اقتصاد من غير دين وأصبح فن من غير دين وأصبح شعر من غير دين وأصبح أدب من غير دين فصار قلة أدب وصار انحراف عن السلوك وصار ربا بهذا المفهوم الجديد طب هل يمكن أن نلبس هذه الأشياء ثوبة دين مرة أخرى لا مش نلبسهم احنا نستخرجه من الدين نستولده من الدين يعني الدين هو المهيمن ثم نأخذ من الدين كل حركة لنا يعني ليس القضية تقرأ باسم ربك يعني الدين فيه اقتصاد مثلا لا الله أكبر في القرآن فيه تنظيم تدولات وأصحاب لا 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 هذه أمور دنياكم أنتم أعلم بها لكن الدين والكتب مثلا المضاربة لا المرابحة المشاركة القرض الحسن الإجارة السلم كل الأبواب في الفقر لا تركنا كل هذه الأبواب وذهب إلى الربع يعني هناك مثلا نظرية اقتصادية إسلامية موجودة طبعا موجودة وكاملة ومتكاملة ما شاء الله وهذه البنوك الإسلامية التي يجب أن نفعل دورها وأن نأتي بها فيها بالحريصين على دين الله نريد أمثلة من تجار الأمة الإسلامية من اقتصاد الأمة الإسلامية الذين طبقوا هذه المعاية مثلا منيا أولا نحن عندنا سلسلة من المليارديرات تجار على مستوى صدر الإسلام عصر الخلافة الراشدة الدولة الأموية الدولة العباسية نبدأ بأبي بكر نعم ثم نثني بعثمان كان تاجرا أبو بكر كان تاجرا في الجاهلية و تاجرا ثريا و تاجرا ثريا و سبحان الله العظيم و هذه التجارة كانت تدر عليهم أرباح طائلة عثمان بن عفان جهز جيشا كاملا و اشترى قافلة لشعب أبو بكر الجيش الآن كم يتكلف اي جيش صعب صعب الرحيم بالقياس بالقياس و رطبا جهز جيش صحيح كم كان سبحان الله قبل أن أدخل إلى السيديو كان شريط تحت النشرة يقول أن بيل جيتس سوف يوسع الإعانات الخيرية من مؤسسته طيب مش كان أولى من اليردرات المسلمين أن يصنعوا هذا صحب أن ينصروا دين الله بهذا احنا مش محتاجين بلاش نهيك عن الأغنياء أنا عايز كل عائلة بلاش أسرة كل عائلة تنتدب ولد نجيب ولد كده يشعر فيه أن والولد ده احنا ننفق عليه كلنا نعمل وقفة في العائلة أن هذا الولد يكون أحد الدعاء إلى الله عز وجل يكون موسوع المعرفة يبلع علماء وأسجزة وغفرة ونرسله إلى أفضل المدارس وأحسن الجامعات ونحيطه برعاياتنا ويخرج إلى من كل طائفة فرد يرفع عالم لا إله إلا الله لا إله إلا الله على وتفخر به قرياته وتفخر به بلده وتفخر به أمته ونفخر به نحن جميعا عبد الضعيف المسكين هذا أنا أفخر أنني جلست العظماء جلست مع الشيخ الغزاري واقتربت منه جلست مع الشيخ الشعراوي وجلست مع الدكتور القرضاوي هذا فضل من الله علي أن عشت عصرهم وعشت فكرهم واختربت من حياتهم طيب ثم أين الجيل الثاني هذا هو الكلام لكن من الصحابة التجار أبو بكر الصديق وعثمان بن عفا عبد الرحمن بن عوف كان يقال إن قاف الرحمن كان يصل أولها المدينة وأقرب ما تحرك من الشام بعد يا الله وهم يقسمون تركته مجلة أيدي المكسين للذهب والسبائك من كثرة العمل ووارثة زوجه الرابع رابع اتنين من دينار سنة 40 هجرية شوف أنت بميزان المدفوعات الحديث وكامل المليارات أقول لي لأنه يطبق الشريعة الله سبحانه وتعالى في تجارته الله وهو جنوب شرقي أسه هذه الملايين الكثيرة التي دخلت في دين الله لماذا دخلت؟ هل ذهب دعاء؟ هل ذهب أحد وشهر سيفة؟ تجار مسلمين يتعاملوا بالإسلام كما تقول فلما تعاملوا بالإسلام دخل الناس في دين الله أفواتهم هل ذهب عمر انتشر بحد السيفة لا لا عمر الراه يرضى عليه كيف وضع تقييم للرجال في قضية شهادة الرجل قال تعرفه قال أبدا نح أعرفه ضمنها عملته بالدرهم والدينار لا بس كذلك لما سألوا عملته بالدرهم والدينار قال لا لا أتني بما أنت يعرفه رأيت يطيل الركون رسولي ولم يصليه حر تمند من فضلاتكم معرفة هذه المعايير قال له عمر أتعرفه قال بلى أمر نعم تشهد معه قال أشهد معه قال أنت جاره الأدنى الذي يعرف مداخله ومخارجه هذه درجات المعرفة الجيرة قال لا أعملته بالدرهم والدينار حتى يظهر لك خلقه قال لا قال أرافقته في سفر حتى تتبين لك بواطنه لأن السفر سمع سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال سبحان الله الصبح إذا أسفر يسفر يسفر تجدو الإنسان في بلده غيره ومسافر سبحان الله بعدين هل صاهرت منه أو صاهر منك تزوج من هنا حصل نسب ومصاهرة لتظهر الأخلاق سعيدا سبحان الله قال لا قال رأيته يطيل الرقوع والسجود في المسجد قال بلى قال أمتى لا تعرفه اتني بني أنا أنا مالي بالصلاة صلاة تفرق أحمد عن كهين الصلاة فقط وتفرق عائشة عن متلدة الصلاة بس لما لا تدل على بواطنه لا 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 أنا أنا عايز معاملة أنت لو قمت طول الليل وصمت طوال النهار صمت طوال السنة وقمت طول الليل طول العام ما الذي أكسبه أنا منك إلا إذا عملتني بميرض الله لا شيء لا سبحان الله صحيح عمر اللي يرضى عليه لما جاله عامل البحرين انظر للقياد قال كم الخراج الخراج اللي جمعته قال خمس مائة ألف مصف مليون يعني فعمر قال الرجل أنت نائم من طول الرحلة أنت نائم خمس مائة ألف رقم عمر ضخم جد قال عد صلي معنا العشاء نم وتعال الفجر يعني كده الأرقام وضحت في صورتك نعم جاء الرجل في صورت الصب قال كم جئت من البحرين بكم جئت قال له خمس مائة ألف قال له أتدري ما معنى خمس مائة ألف قال مائة ألف ومائة ألف ومائة ألف ومائة ألف ومائة ألف يا أمير المؤمنين وش يبدو خرج عن حدود هو متأكد فصعد عمر على المنبر قال أيها الناس إن الله أعطانا من فضله إن شئتم وزننا لكم وزنا أو كنا لكم كينا يعني ماذا يعني يعطوكم الأموال يا وزن يا كيك من كثرة الأموال ما عندناش وقت عد سبحان الله اللي عايز يجي يأخذ يا الله من كثرة من الله هو قانون الوفرة الذي يشكو منه الاقتصاديون اليوم ويقابلونه بقانون الندرة وقانون الندرة ده شرك بالله وإحنا ندرسه لأبنائنا في قولة اقتصاد وقالة تجارة قانون الندرة يقول لك أنها تيجي من الحاجات وعرض بتاع الخطوط بتاع العرض والطلب والمنحنى الطلب ومنحنى العرض يقول لي يا ابن الحلال الله عز وجل خلق الأرض والاستماعات والأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين يبقى تقول لي قانون ندرة للندرة في عقلك أنت مش من أخلاقات لا إله إلا الله صحيح أنتم بتاعنا عالي ولا يسفيك يعني صحيح على بعض الشيء نأخذ فصل قصير ونتواصل بعض الشيء مع المشاهدين والمستمعين أهلاً بارك الله فيكم مشاهدين الكلام نرحب بأسئلتكم واستفسار